السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة خطيرة جدا من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام زي ما نوهت وقلت لكم إنها تكلم النهاردة في أخطر الملفات وتسريبات في منتهى منتهى الخطورة الأمر خطير جدا وأرجو من الجميع للأهمية نشر هذه الحلقة على جميع المنصات وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكي نوصل الحقيقة لأكبر عدد من الناس في تسري أشهر وكالة لوسائقية كلكم عارفينها وأنا مش هقول اسمها لكن هي وكالة مشهورة جدا وكالة وسائقية بيتخرج منها تسريبات بداية الحكاية إن فيه على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين طلعوا ويصربوا هذه الوسائق ناس طبعا من ناحية القارة الأمريكية وقالوا بالنص إن فيه عالم فلك ومجموعة من علماء الفلك المنشقين عن وكالة الخديعة الكبرى طلعوا يتكلموا وخايفين إن هم يظهروا شخصيتهم خايفين يتقتلوا لإن بيصربوا كلام خطير من أشهر وكالة وسائقية زي ما قلت لكم فأعطوا هذه المعلومات لأشخاص علشان يقوموا بنشرها لإن زي ما بقول لكم خايفين وحياتهم مهددة لإنه كلام خطير جدا جدا إيه هو محتوى هذه الفلاشة محتوى هذه الفلاشة إن فيها وسائق باسم الوكالة العلمية القبرى اللي كلكم عارفينها وكالة الخديعة بتتكلم إن الكوكب المذنب الطارق حقيقة وإن هم رصدين هذا الكوكب وإيه كمان النهاردة في مفاجآت مدوية مفاجآت مدوية وإن اسم الكوكب X المشهور في الأوساط العلمية ما هو إلا اسم حركي وإن علماء الفلك عارفين إن اسم X أو تسمية الكوكب ده باسم X تسمية خاطئة ركز أو في خطورة الكلام ده وبيقولوا إن خصائص هذا الكوكب خصائص كما تحدث عنها كارلوس مينوس فرادة أنقل ليك كلام علماء الفلك بالتسريبات وإن وكالة الخديعة عرفة كل التفاصيل ديت من أولها لآخرها زي ما احنا قلنا لكم على مدار سنتين وأكدنا ليكم وقلنا لكم إن هم عارفين كل حاجة ويتأكد الكلام بتاعنا عن طريق أشهر وسائق وقالوا إن هي هتنشر هذه الوسائق على العلن وهتعمل ضجة عالمية لذلك إحنا عاملين سبق وانفراد أو المتلاء وهذه الوسائق نشرت وعلى مستوى العالم كله هتعرفوا إن إحنا بفضل الله سبقنا غيرنا في بيان هذا الأمر يكمل هذين الشخصين الكلام ويقولوا إن كلام العالم اللي كان في أمريكا الجنوبية كارلوس مينوس في رادك كله كلام صحيح وإن الوكالة إياها عرفة ومتأكدة من صحة كلامه وكمان بيقولوا إن هذا الكوكب وده أخطر ما في هذه الحلقة أن هذا الكوكب مختفي أو يختفي وراء الشمس ركز أوي في الكلام الخطير ده وأنه سيظهر للناس في بدايته على أنه شمس ثانية اللي هو حصل دلوقتي أنه شمس ثانية ثم سرعان ما يتطور شكله إلى هيئة الزيل يظهر ويقترب بوضوح وبيقولوا إن التسمية بتاعة إكس أو نيبيرو كل دي التسميات غير دقيقة لأنه له زيل سبحان الله هتلاقي التسمية هيلفه ويدوره وفي الآخر هيقوله الندم ذو الزنب زي ما قال عبد الله بن عباس وزي ما قال ابن مسعود وزي ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين يعني شوف دلوقتي هو بدأوا أنهم يطلعوا كلام ويقولوا إن الإسم ده مش علمي لا ينطقوا عن الهوى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الصحابة استحالة يسمعوا كلام أو يأتوا بكلام غيبي من عندهم من تلقاء أنفسهم لازم يكون سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه بيكملوا الكلام بتاعهم وهذه هي أدق وأخطر جزئية على الإطلاق ما تنتظرونه يبدو أنه بات قريبا عندما سألوا مجموعة من علماء الفلك المنشقين اللي خايفين يعلنوا عن هويتهم علشان خشية القتل وإنتو كلكم عارفين إن الموضوع ده سهل جدا ومصير أي حد بيخرج عن النسق بيخلصوا منه ولعل ده سبب أن كثير من الفلكيين العرب بيقولوا يعني بيرددوا الكلام الغير علمي وغير منطقي بتاع الوكالة إياها علشان خايفين يلاقوا نفس مصير من سبقهم وعارض إنه هو يخرج عن الإطار المرسوم له لذلك كلفوا اتنين علشان خاطر يطلعوا يقولوا هذا الكلام بيحكوا بيقولوا لما سألنا مجموعة العلماء إيه المعاد التقريبي إيه المعاد التقريبي لوصول هذا الندم فردوا وقالوا إن إحنا يجب علينا أن ندقق وأن نعمل الحسابات العلمية الفلكية لكي نحدد أبعاد وصول هذا الندم أو هذا المزنب وقالوا بحد يعني بعملية تقريبية لن تزيد عن عام 2024 عام 2025 خد بالك يبدو أن هذا التسريب وهذا الكلام يخرج إلينا للنور هذه الأيام وإحنا في 2024 وفي تقديراتي أن هذا التسريب بقالوا تقريبا أربع خمس سنين تخيل ده ده دي رؤيتي إن هذا التسريب وهذه المعلومات تحصلوا عليها من ثلاث أو أربع سنين وبدأت الأيام ديت تخرج إلينا هذه التسريبات إلى النور يعني هو بيتكلم في عام 2024 اللي إحنا فيه وفي عام 2025 أكمل الكلام بتاعهم يكمل ويقول أن العالم سيصاب بصدمة حين يرونه يخرج من وراء الشمس يبقى أنا بكلمك بقالي فترة عن المشاهد الشمس الثانية اللي بدأ بتظهر ناحية أمريكا وبدأت تظهر بكسافة اليومين أو الفترة اللي فاتت دي من 2022 وإحنا بدأنا نعرض المشاهد ديت يبدو أن الأمر اقترب ويبدو أن إحنا هنختار الاختيار الثاني إيه هو الاختيار الثاني؟ إننا عندي الحديث أو الرواية لا يخرج المهدي حتى تظهر بجوار الشمس آية أو مع الشمس آية فأنا كنت بقول يعني إحنا متأرجحين ما بين رأيين الرأي الأول إن الآية التي بجوار الشمس حاجة والطارق حاجة تانية خالص والرأي الثاني أن الآية التي بجوار الشمس أو تظهر مع الشمس هي هي نفسها النجم الطارق فيبدو أننا يعني ذاهبون إلى الاحتمال الثاني إن الآية التي بجوار الشمس هي النجم الطارق وأنا برضو مش عايز أن أنا أتصرع وأرجح يعني احتمالية دون الأخرى بس أنا أنقل ليكم الكلام يعني عايز أقول لك بتصور علمي أو تخيل علمي للمشهد بتاع النجم الطارق أنا بدأت أضع إيدي على الشكل العالم كله هيشوفه لما يصل النجم لمرحلة الحضيد الأرضي أعتقد والله أعلم أننا سنرى بجوار الشمس شمس ثانية ولكن اتخيل المشهد اللي هيبقى مرعب شمس ثانية زات زيل شمس بديل زات زيل طويل لونه أحمر أنا كنت محتاجي أن أنا أعمل ليك رسم كده تقريبي للشمس الثانية بلونها اللي يختلف عن لون الشمس بتاعتنا ولون يعني يعتبر أنه فاتح قليلا مائل إلى الحمر ولكن زيله أحمر براق طويل واضح تخيل بقى ما احنا نشوف الشمس ده شمس ثانية بجوار الشمس ووراها ولها زيل طويل أحمر إيه المشهد المرعب ده هذه هي الآية التي سيراها العالم قريبا بإذن الله بالعين المجردة وهيقول لك ده كوكب عطارد وهيقول لك ده بلوتو وهيقول لك الظهرة والكلام الفاضي اللي إحنا عارفينه كويس إن هم هيقولوا للناس كده عشان يوهموهم أنها ظاهرة طبيعية كالعادة كلنا شايفين الانهيارات الحقلية الخطيرة لدرع الأرض المغناطيسي بالتوازي مع هذه الأخبار يبقى في النهاية عايز أقول لكم يجب أن نأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار ولا نركن إلى التواريخ بتاعة الفين اربعة وعشرين خمسة وعشرين لأن برضو هذه يعني توقيتات أعتقد أنها تقريبية ممكن تزيد أو تنقص والعلم عند الله سبحانه وتعالى للأهمية مش عايز أوصيك أنشر هذه الحلقة بشدة على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر